كنوز اللغة العربية كي جي تو أحبة الصغار نفتح الكتاب على صفحة رقم 74 ونبدأ بحل التمارين معا والآن أحبة الصغار تعلمنا على طريقة كتابة حرف الضاد بأشكالها المختلفة أحبة الصغار ماذا تشاهدون أمامكم ممتاز صورة ضبي صورة ضبي كلمة ضبي تبدأ بحرف الضاد ضبي ضبي والآن يا صغاري فلنلون حرف الضاد بالألوان التي تحبونها والآن أحبة الصغار نفتح الكتاب على صفحة رقم 75 ونكمل حل التمارين معا والآن يا صغاري نرسم دائرة حول حرف الضاد في الكلمات التالية ماذا نشاهد أمامنا ممتاز صورة ضرف صورة ضرف هل كلمة ضرف يوجد بها حرف الضاد؟ نعم ممتاز كلمة ضرف يوجد بها حرف الضاد إذن نضع دائرة وهنا صورة ماذا؟ ممتاز صورة ضبي صورة ضبي كلمة ضبي هل يوجد بها حرف الضاد؟ نعم ممتاز يوجد في كلمة ضبي حرف الضاد نضع دائرة وهنا يا صغاري ماذا تشاهدون أمامكم؟ ممتاز صورة ضفر صورة ضفر كلمة ضفر هل يوجد بها حرف الضاد؟ نعم ممتاز يوجد في كلمة ضفر حرف الضاد إذن نضع دائرة على حرف الضاد وننتقل الآن يا صغاري إلى التمرين التالي نرسم دائرة حول صورة الشيء الذي في اسمه صوت حرف الضاد ماذا نشاهد أمامنا هنا؟ ممتاز صورة عظام صورة عظام هل في اسمه حرف الضاد؟ عظام عظام ممتاز أحسنتم يوجد في اسمه صوت حرف الضاد لذلك نضع دائرة وهنا صورة ضبي صورة ضبي هل في اسمه صوت حرف الضاد؟ ممتاز أحسنتم يوجد في اسمه صوت حرف الضاد ضبي ضبي ونشاهد أمامنا ممتاز صورة ظهر صورة ظهر هل في كلمة ظهر صوت حرف الضاد؟ ممتاز ممتاز أحسنتم يوجد في اسمي ظهر صوت حرف الضاد لذلك نضع دائرة وهنا صورة ذيل صورة ذيل هل في اسم ذيل صوت حرف الضاد؟ ممتاز لا لا يوجد في اسمه صوت حرف الضاد وننتقل الآن لمكون أكتب ونكتب حرف الضاد بأشكالها المختلفة بخط جميل ومرتب والآن أحبة الصغار نفتح كتاب النشاط على صفحة رقم سبعون وواحد وسبعون ونقوم بحل التمارين بمساعدة والدينا ترجمة نانسي قنقر